طيب هقولك حاجة كنت مستني نبقى معايا حكم دولي كبير اسأله السؤال ده بصراحة فضل وبرضه متفي معاك انه مش هنخش في حالاته في التفاصيل بس بحب الأسئلة العامة والأسئلة العامة دي اللي تهم الناس كمان يتقال دايما انه الحكام كلهم كلهم بيخافوا من الأهلي والزمالك بيخافوا من الأجهزة الفنية الأهلي والزمالك في الملعب بيخافوا من لعيبة الأهلي والزمالك يعني انت قرارك بالطرد أو الإنذار ممكن يبقى أبطأ أو أضعف قدام لعيبة أهلي أو زمالك أو واحد في الجهاز الفني لأهلي والزمالك عكس أي فريق تاني يعني الفريق تاني بسهولة جدا تقرف تروح تشخد فيه تعرف تديله كارتة أو تطرده لكن الأهلي والزمالك بتقلق أو بتفكر من الجماهير لا حضر لك دي شخصية الحكم طبعا ده في الأول في الآخر انت بتحكم لألوان فلنات بغض النظر عن اسم النادي احترامنا لهم كلهم أنا جاي القاضي بيطبق قانون وأنا كحكم بيطبق القانون على الكبير والصغير القاضي مثلا هيقولك ده قضية كبيرة أو قضية صغيرة لا بيحكم بالورق والأدلة والمستندات بتاعته أنا كحكم كده دي حالة تحكمية أنا بحكم بقى على الحالة التحكمية ما ليش علاقة بلون الفلناة ما ليش علاقة ده أهلي ولا زمالك ولا مصر ولا اسماعيلي ولا ليه علاقة بأي حاجة الحالة أنا بتعمل عليها وبتحاسب من اللجنة على الحالة مش بتحاسب على لون الفلناة ولا خاف لا لا أنا حالة أحكمية بتعامل معها طيب